العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل إنشائي خبر إنشائي وخبر ابتدائي كما طلب أو ابتدائي لا طلب طلبي وإنشائي بهذا التقسيم الزنائي طلبي فرق بينه وبين الإنشائي أن الطلبي تستطيع أن تقول لصاحبه الذي أخبرك أو لصاحبك الذي أخبرك أن تقول لأنا تحوز رأسك إذا كان عندنا هنا أمام أو أعلى وأسول هكذا هذا ما نقبل إنا ولقد أخبرونا أن في باد البلاد لا لا معناه هو هكذا ونعم معناه هكذا ليس هذه اللغة صحيح أو إن صحيح ما عندنا هنا نعم هو هكذا رأس الأعلى إلى أسول هذا معناه موافق فإذا كان وصل بهذا الخبر إلى ما يمكن أن تقول له نعم وتهز رأسك هكذا هذا يقال له خبر لأن نعم أو لا متعلق بالخبر صادق أو ليس بصادق فقط في هذا الخبر هذا الذي يبحث فيه بالدليل بالدليل يبحث عن شيء يصل وهو مطلوب مطلوب ويصل إليه فيكون نعم أو يكون لا وليس إنشاءا القسم الثاني والإنشاء هو ما لا تستطيع أن تقول لصاحبه نعم أو تقول له لا وهذه درسناه كثيرا وترسلوه على الجمهور في النحو أن في النداء أو في الصرف وكل بباحث النغة المتعلقة بهذا الموضوع لو أحدنا ذاك يا فرآن أنت صادق لو صدحت بزداء حتى لو ناداك بإسم غير إسمك لا تقول له كذكت تقول فقط أنني لست ذاك لو ناداك بزيد و أنت عمر تقول له لا أنا عمر لست زيدا فقط لا تقول له كذبت ولا تقول له صدقت إذن هذا هو دليل في الاستلاع عندهم أنه كل ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى هذا المطلوب والذي وصل إليه المطلوب خبري عندهم هكذا قلنا إن لهم هدف ولهم قصد في تركيب هذه التركيبات فنحفظ ما ركبوه لنا ونحاول أن نفهم ما أرادوه منه قال أدلة المذهب المذهب ليس حزبا انتبهوا ليس حزبا وليس جمعية أسسها أحد من هؤلاء الكبار وليس المؤسسة فقهية أو مؤسسة أصولية أيضا أنا لا أعلم أحدا منهم قال تعالوا أسست مذهبا لا بل علم الناس ومعه ناس علماء معه واستدلوا لأن هذا العلم الشرع لا يصلح فيه إلا دليل الحكم لا تصل إليه إلا بدليل ولا يجوز أن تحكم أيضا إلا بدليل فاستخدموهم أدلتهم استدلوا على أحكام وكان معهم ناس بعضهم مثلهم وافقوهم أن هذا نعم دليل يستخدم للاستدلال وافقوهم لما كانت الأمور تنسب في غالب الأحيان سموه مذهب وهو مذهب ومذهب معناه في الدين من ذهب إلى رأي من الآراء فمن ذهب كلمة ذهب يعني أحد من ذهب إلى رأي من الآراء ورأى هذا الرأي يقال له رأيه الذي رأاه وذهب إليه يقال مذهب فلان مذهبه أي رأيه في المسألة هذا الأصل فيه وليس حزبا كما قلت وليس جمعية ولا مؤسسة ناس يشتركون فيها يسجلون فيها بأسمائهم لا إنه هذه طريقة رأي اتبعه فلان وكفاك وأقنعك أو اقتنيت اقتنعت بهذا الرأي وأخذت به إذن أنت مثله في الأخذ بهذا الرأي أنت مثله في العمل بهذا الرأي فالسابق في الغالب هو الذي ينسب إليه فالسابق في الغالب هو الذي ينسب إليه المتميز في الرأي هذا هو الذي ينسب إليه وكما قلت إذا لاحظتم في المصطلحات الشرعية التي مر بنا كثيرا في تاريخ التشريع في فترة من فترات العلم الشرعي كان في المدينة سبعة علماء كان في المدينة سبعة علماء متميزين مبرزين الملاحظة هنا كانوا جملتهم يسمون علمائش المدينة أو الفقهاء السبعة ما قالوا أبدا مذهب فلان هذه ملحوظة خذها إذا فيها فائدة خذها ما فيها فائدة أتركها مننا لكن أنا أرى أن هذا يفيدنا من خلال التاريخ التشريع حتى نعرف بالتأكيد لأن بعدنا يظن أن المذهب عبارة عن مؤسسة جمعية كده نشارك فيها وبهذا نستطيع أن نصل إلى الاقتناء بهذا التعريف الذي ذكروه في اللغة للمذهب أنه رأي رآه أو مذهب أو طريقة رآه أو رآ فيه طريقة رآ فيها أو من خلالها العالم استنباة الأحكام والطبيعة بدل gli سموها طريقة لأن الناس الآخرين فيما بعد سموا سموا أمرهم طريقة فهم دمهم مذهب ما ذهب إليه وكلمة صارت مستخدمة كثيرا هذا ما ذهب إليه مالك هذا ما ذهب إليه أبو حنيفة هذا ما ذهب إليه إمام أحمد هذا ما ذهب إليه هذا ما ذهب إليه فصار المذهب مدام ذهب إليه صار مذهبه هذا هو المذاب وكلمة عربية صحيحة هي وأن هؤلاء العلماء نسبوا إليهم هذه الآراء أيضا نسبة صحيحة لأنهم بقضاء الله وقدره اختارهم لهذا الأمر اختارهم لهذا الأمر فاخترعوا أو اقتنعوا من أنفسهم بالاستدلال بطريقة مؤينة آخذوا هذا دليلا وآخذوا هذا دليلا هذا عند دليل هذا عند دليل اشتركوا في كثير منها وافترقوا في بعضها نعم اشتركوا في كثير من هذه الأدلة واختلفوا في بعضها فقلت إنه من قضاء الله وقدره لأن بعد هؤلاء بعدهم في الزمن وخاصة الزمان المتأخر كأن الناس لا يبلغون في الفكر مستواهم بمعنى آخر وأوضح مذهب الإمام كما ذكر الشيخ رحمه الله ستة عشر هل فكر متأخر في أن يأتينا بدليل سابع عشر نضيفه أو أنه لا يمكن إضافة شيء ابن الكلام نعم فصار كأنه تخصيص من إن الله سبحانه وتعالى والله أعلم خصهم هذه المنزلة وهذه الدرجة من العلم والقبول فقبل الناس منهم قال إن هذا هو المذهب مذهب الأغر إمام مالك كلكم تعرفون هذا أنه ألف في مناقبه كتب ألف في مناقبه كتب مدحوه ما وجدوا فيه مثالب لا في أخلاقه رحمه الله ولا في علمه ولا في معاملاته مع الناس ولا في عبادته فتكلموا في ورائه وفي عبادته وفي حبه للرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا إله فرضي الله عنه وصفه الرجل بأنه الأغر الغرد في الأصل اللغة بياد في الوجه الوجه ولو كان أسودا أول ما يطالع على المقبل الوجه حتى لو كان أسودا فما بالك إذا كان أبيضا نعم متميز يقول لك ويكفيك أن طالبه تلميذه الوفي العالم النحرير محمد بن إدريس الشافعي قال قولته المشهورة وغيره إذا ذكر العلماء فمالك إيش فمالك النجم أغر إذن الذي قاله الرجل صحيح يوافق إمام شافعي طبعا إمام شافعي قال الأغر من طريقته أنه النجم لكن هو تاب إمام شافعي في إثبات أن إمام مالك هو الأغر فنتدارس سيرته رحمه الله يجب مدارسة سيرته للاستفادة منه أنا بيني وبينكم يسوءني كثيرا مما عندنا من الانتساب إلى إمام مالك ونحن من مالك بعيد جدا ننتسب إلى مذهب الإمام مالك ولا نحاول أن نقتدي بالإمام مالك بعيدون في علمه في هندامه في كلامه في تضحياته في عفوه في صفحه في حبه للنبي صلى الله عليه وسلم قلنا في تعليمه وإخلاصه هذا ظهر في تلاميذه علمه انتشر بهذه طريقة صورة صريعة جدا كما عرفتم إمام لم يكن سفارا ما كان يسافر ما كان يخرج المدينة ربما إلا للحج إلا هو في المدينة وصل علمه إلى العراق ووصل علمه إلى شام ووصل علمه إلى مصر ووصل علمه إلى قيروان وصل علمه إلى المغرب الأقسى وصل علمه إلى أندلس فما الذي أوصل علم إمام مالك ما خرج المدينة أبدا ما خرج الجزيرة العربية يقول هكذا علمه وصلت سافر علمه إلى هذه الأماكن كلها مذهب المالك أو المذهب الأغر مذهب الإمام الأغر مالك الإمام الأغر فيجب نحن المنتصبون إلى مذهبه أن نعرف سيرة إمام مالك فنحاول الإقداء به نعم في كل شيء وأنا أشعر صراحة بالانزعاج وأنا جالس على هذا الكرسي الذي يسمى كرسي إمام مالك والله الذي لا إله إلاه نعم لمعرفة الإمام أنا من حتى أجلس في كرسي يسمى إمام مالك آية سيساو وردتنا يا شيء تسفرهم نعم لكن نحاول لا بأس إن شاء الله هذا المذهب إذن مذهب الأغر وهو الإمام مالك رحمه الله من كان بالمدينة وكان معه زمرة من علماء أيضا ابن وهبن ابن القاسم هذا المجموع طيب جدا كلهم علماء لكن جعلوا أنفسا وراء الإمام ويأخذون منهم دليل على أنهم علماء خالفوه في بعد المسائل وليس مخالفة اليوم ليس مخالفة اليوم اليوم يخالفك الآن يذهب إلى بيته ويجلس في ركن في زاوية ومعه الكاميرا ويصب عليك كل الدنيا وينشرها أيضا خالفوه في بعد المسائل بعدما ذهب الإمام خالفوه في كتاب اسمه التوسط بين مالك وابن القاسم التوسط بين مالك والإمام قاسم يا ترى هذا الرجل المؤلف يتوسط لماذا اتفقوا اتفقوا لذلك يتوسط اختلفوا وتعجب من أدب مالك وعلمه وأدب طلابه وعلمهم أن مسائل كثيرة المتوسط ما أدري إن كان يناصر فقط ابن قاسم ولكن المتوسط في كثير من المسائل يعجبه من؟ رأي ابن القاسم رحمه الله نعم فإذا كانوا معه هكذا أسسوا هذا المذهب ووافقوه على هذه الأدلة التي هي ستة عشر إمام الأغرب قال ستة عشر وستة عشر في الإعراب خبر أدلة ستة عشر أدلة المذهب ستة عشر أليس هذه جملة؟ نعم وأنا أقرأ هذه العبارات مرتين ثلاثة يا شيء عبد الله قرأت مرة مرتين ثلاث مرات تصور لي أنه يمكن أن أفهم أن ستة عشر سار إسما لدليل يعني الستة عشر دليل عند إمام مالي ما يمكن هذا؟ يفهم ماذا؟ ألا يمكن أن يفهم في قوله المذهب ستة عشر أو أدلة المذهب ستة عشر أن يفهم أن ستة عشر اسم لدليل من الأدلة؟ أنا تصورت هكذا لكن قلت هذا بعيد وإن كان وإن كان يبقى ما يدرك من المبتدأ والخبر ولكنه إيش؟ ما أظن أن أعاد أن يفكر في هذا إنما رجل يتكلم في عدد الأدلة وما يصحه أنه يتكلم في العدد بداية الكلام قال أدلة ما قال دليل المذهب؟ لو قال دليل المذهب ستة عشر يكون الفهم أقوى لكن أدلة ستة عشر يناسب لأن هنا عدد وهناك عدد إذن هو يقول لنا أنا سأعد لكم سأعد لكم أدلة المذهب التي هي في العدد ستة عشر أدلة هي في العدد إيش؟ ستة عشر أدلة جزاه الله خيرا فعدها عدا عدها إيش؟ عدا يعني ذكر اسمها فقط وأنت هو يعد ممكن تعد معه بالأصابر إلى ستة عشر وتنتهي فقط لذلك احتاج علماؤنا بعده أن يشرحوا هذه الأعداد أدد واحد أدد اثنين ثلاثة فشرحوا فصار هذا العلم الذي نتكلم عنه الآن بدأ بالدليل الأول والدليل الأول ذكره في هذا البيت ثاني قال نص نص الكتاب ثم نص السنة سنة من له أتم المنة ويظهر لي أنه أيضا يصح سنة من له أتم المنة سنة من له أتم المنة أو سنة من له أتم المنة يظهر لي أن القراءتين صحيحتين ومعناهما واحد قال أول دليل نص الكتاب وننبه هنا أن رجل ما قال الإمام يستدل بالقرآن لا لأن أبدا ما أظن أن أحدا أيضا يفكر أن الإمام سيستدل ويستدل بدون القرآن فيستدل بالقرآن هذا ما أشرنا إليه لو تذكر يا شيخ موسى في الجلسة الماضية أننا سنتكلم في حالات الاستدلال حالات الاستدلال طبعا هو سيستدل بالقرآن الكريم ويقرأ آية قرآنية هنا شيخنا النظم لا يقول نعم قرآن فقط ولكن سم الدليل وجه الاستدلال يبينها لنا أن الإمام هنا ومن وافقه واستدل بهذا الدليل بهذه التسمية سموها نص قال نص الكتاب يستدل من القرآن الكريم بما كان نصا بما كان نصا بما كان نصا قرآن وهو نص النص الشيء المرتفع في اللغة نصا ينص نصا أو نصصا أو نصصا كلها يرجع إلى معناء الارتفاع قال امرؤ القيس وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هي نصده ولا بمعطل أشاهد فيه إذا هي نصده نصده يعني رفعته يكفينا من هذا البيت فقط معرفة نصده وإلى المأن الإجمالي أن امرؤ القيس معروف عندكم شاعر مجيد يسمى ملك شعراء يصف امرأة ووصل إلى جيدها الجيد الرقبة الجيد الرقبة الرجل كما أعرفتم زينته في رأسه لحيته لحية زين الرجل مرأة ما لها لحية ولكن رقبتها أيضا محل زينة رقبتها إيش محل زينة تيب يا امرأ القيس تقول إنها جميلة قال نعم جميلة كيف قال لها هذا الجيد لا قا رقبة قال رقبة مرتفعة لأن القصر في الرقبة عيب أو نقص في جمال الإنسان هذه الإنسانة قصر رقبتها هذا عيب في جمالها إذن الجمال الكامل فيها أن تكون رقبة إيش طويلة مثل ماذا قال لك جيد الرئم الرئم هذه حيوان الرئم حيوان يشبه الشعراء مع لطفة أو جملة عندهم من المخلوقين خاصة النساء يسفونهم بأنها ضبيا بأنها رئم بأنه كذا نعم لطيف وجميل هو في شكلها في عالم الحيوانات جميلة لكن لو كان إنسان رئما ما أذن أن أحدا منكم يسكن مع زوجة رئم في بيت في عالم الحيوانات جميل فهذا الجمال الذي ينقله إمرو القيسي بأنها جميلة جميلة إيش أين مكانها قال جيدها مرتفئ وهنا نحن نستفيد منها فقط كلمة إذا هي نصره أي إذا خرجت بجيدها فإن الجيد جميل وطويل وليست معطلا أي أنه ليست فقيرة ليست فقيرة هذه المرأة لها حلي يدها هنا في إيش يتزين بها في جيدها لا تخرج بجيد كذا بدون حلي فأخذنا منه كلمة النص على أنه المرتفئ نص كتاب الله أو نص الكتاب فكتاب الله هو القرآن الكريم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام المتعبد بتلاوته المعجز المتحدى به هذا القرآن الذي عرفناه كثيرا إذن يستدل بالقرآن واستدلاله يكون بالنص من القرآن الكريم قال ثم نص السنة أيذن يستدل بالسنة واستدلاله بالسنة يكون إيش يكون نصا أيضا والسنة كما عرفتهم لا دل أن نقف كثيرا على هذه الكلمات المعهودة لكن موجودة مذكورة فنمر عليها كما يقول نمرور كرام سنة السيرة والطريقة السنة سيرة والطريقة يقول شاعر لبيد أو لبيد من معشر سند لهم آباؤهم من معشر هو يتفاخر بجماعته أنه من قبيلة سند لهم آباؤهم آباؤهم وضعوا لهم طريقة منهج معين ولدوهم وتربوا على هذا المنهج طبعا لا يقصد أنهم تربوا على الخوف والخور والضعف وكل واحد يستهين بهم ويحتقرهم لا لا ليس لسبب هذا يذكر يتفاخرهم من معشر سند لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها وشاهدوا فيه هنا سند لهم ولكل قوم سنة أي طريقة وسيرة يمشون عليها كل واحد منكم من أي منطقة من البلد هنا إذا جد الأمر يقول لا نحن هنا نحن عندنا نحن عندنا هو الآن شاعر هذا اللبي يقول إنهم أيضا آباؤهم سنوا لهم سنن والحديث أو السنة كما عرفتم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أوفع له أو قرر عليه ويزيد ما كان منه خلقا وما كان منه خلقا كل هذا أدخله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل فيه أيضا لكن قوله وفعله وتقريره مشهور أن هذا هو إيش السنة ودخل في فعله ما كان من خلقه ومن خلقه إن شاء الله دخل فيه أنه الله خلقه هكذا فكان سنة وتخلق بخلق أيضا فكانت سنة وفعله إذن فعله من اختصر بفعله أدخل فيه أيضا الخلق والخلق ولا يخالف هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما كان قولا له أو فعلا له أو تقريرا له هذه سنة هذه سنة الدين تنبيه فقط لأن من يسمون بالفقهاء وربما نوافق فقط أنهم فقهاء للاستلاح فقط استخفوا إذا صح هذا تعبير أو تساهلوا في إطلاق كلمة السنة لأمر عندهم على المستحب لأجل تقسيمات الكثيرة في مرحلة من المراحل سموا المستحب سنة وإذا كان مستحبا أو مندوبا إليه لا يترتب عليه كبير العناية من كثير من الناس وسمها سنة هم فهموا الذين ودعوا فهموا هذا الاستلاح فهموا لم يستهينوا أبدا بسنة ولا أفكر أنا أنهم استهانوا بسنة لكن لما طال العهد سار الناس لا يطلقون السنة إلا على شيء يهجرونه يتركونه لا 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 يا شيخ لا تطيب الناس هذه سنة فقط وفقط هذا التعبير نفسا لو تدق فيه سنة وفقط ما يصلح نعم ما يصلح أبدا لذلك ونبه على أن سنة الدين لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله صلى الله عليه وسلم أو تقريره صلى الله عليه وسلم ماذا بقي لك قاله فعله قرره ماذا تنتظر تترك لا كثير منهم يحتاجون عليكم لما تريد أن تخرجه من ورطة بدعة من البدعة وجد آباءه أجداده عليه يقول لك شيء هذا وجدنا عليها آباءنا هذا آباءنا يفعلون هكذا خلنا بسنا نجمعه هكذا يقول لك ما عنده دليل ما يستطيع يقول لك هذا دليلهم من الكتاب والسنة هكذا لا إنما وجده وجده فقط يحترم آباءه أجداده أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم بينما السنة يقول لك يا شيء لا تتبع الناس هذه هي سنة أنت متعمق في الدين أنت متشدد أنتم أنتم شددوا عليكم هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله فعله تقريره وننتبه كلما وجدنا سنة نرعيها آذاننا ونصغي لها ونستعد للأمل كما قال ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا في القرآن الكريم أو يا أيها الناس قال إيش فرعيها سمعك إذا سمعت يا الذين آمنوا فرعيها سمعك لأنه أحد الأمرين إما أمر يؤمر أو ناهي ينهى وفي كل الأمرين يجب الامتثال ليس تقول سنة فقد تتركها هذا النص وهذه سنة في اللغة وفي الاستلاح أما النص في الاستلاح عندهم قالوا ما احتمل معناً واحداً فقط توصلت بصحيح النظر فيه ووصلت إلى معناً واحد ما في معناً آخر معه لا يحتمله إذا دلالته دلالة على شيء واحد ما دام دلالته دلالة على شيء واحد هذا عندهم هو النص ليس أنه مرتفع المرتفع في اللغة ما تحمل أو ما لا يتحمل إلا معناً واحداً هذا عندهم إذا توصلت إليه قل نص معناً واحد فقط وبعدهم يقول هو اللفظ الدال على معناً لا يحتمل غيره مثل ما قلناه احتمل معناً أي واحداً لا يحتمل غيره إذن مثل أنه لا يحتمل إلا معناً إلا معناً واحداً تعبيرات مختلفة والهدف واحد لو أن الدليل الذي استدل استدللت به أو استدل هو به نص دليل استدل به العالم أو أنت استدللت به وهو نص هل عندك متسع لتخرج عن هذا النص تتركه هل عندك متسع أن تترك هذا الدليل وتعدل عنه إلى دليل آخر قالوا العلماء كلهم لا لا إذا كان الدليل إذا كان الدليل الذي توصلت بصحي نظر إليه نص فلا تعدل عنه أبداً إلا بنص جاء نص ثبت نص وأنتم تعرفون طرق التي يثبت فيها نص إذا لم يكن النص منصوخاً فلا يسع لمن وصل إلى هذا الدليل النص أن يعدل عنه أي أن يتركه لا يسع لا يجوز له أن يفعل فلابد أن يعمل بيش بالدليل الذي هو هو النص وكلمة النص استلح عليه أيضاً الفقهاء وسموه بالدليل المنقول أحياناً يقول هذا استدل بالنص وبالعقل فالمراد عندهم ليس النص الذي نتكلم عنه مرادهم بأنه استدل بالنص وبالمعقول أي استدل بمنقول استدل بمنقول والمنقول قد يكون قرآناً أو قد يكون سنة أو إجماعاً حتى فلا يعدل عن دليل النص إلا إذا كان منصوخاً هم يصحلون علينا كثيراً في البدايات ويخبروننا أن الأدلة التي هي نص الأدلة التي هي نص قليلة يقولون يقولون هكذا في البداية الأدلة التي هي نص ليست بكثرة أو تقول ليست بكثرة ما كان ظاهراً من الأدلة الظواهر أغلب في الأدلة أو أكثر في الأدلة من النص لكن نص موجود أيضاً نعم موجود ونذكر أمثلة ذكرها من الأدلة التي هي نص أن الله سبحانه وتعالى قال في من حج البيت حج البيت وحصل له عذر كلفه بكفارة كلفه بإش كفارة ورحمة منه سبحانه وتعالى قسم الكفارة إذا كان صوماً أو صياماً قسمين لأنه حاج وغريب ليس في بلده وفي عمل الحج وعمل الحج معروف أن فيه تعب بدني وتعب عقلي ومالي كل شيء موجود فيه رحمة منه سبحانه وتعالى كلفه بكفارة إذا لم يستطع واحد اثنين تعرفون أن الكفارات فيها اختيار لم يستطع إلا الصيام وحتى الصيام الذي استطاع جزاء جزئين قال صم سبحانه وتعالى ثلاثة أيام في وقت الحج والسبعة أو سبعة أيام إذا رجعت إلى بلدك رحمة لو شاءه سبحانه وتعالى أن يكلفه بصيام عشرة أيام في الحج لكن ما فعله كلفه بثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع قال الألماء إن الله سبحانه وتعالى أعطى الألماء دليل نص على أن ما يصومه هذا الرجل أو هذا المكفر إنما عشرة أيام فقط وليست إحدى عشر ولا تسعة أيام فقال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ما وقف هنا قال فتلك أي ثلاثة زائد سبعة ثلاثة زائد سبعة تلك عشرة كاملة ما يمكن أبدا أن تفهم من هذا الكلام أحد عشر ما يمكن ما في مكان لأحد عشر ولا في مكان لتسعة لأنه ثلاثة وسبعة نعم ثلاثة وسبعة في أي لغة في أي قوم أبدا هي عشرة عشرة بما يسموه عشرة عشر بين قوسين في أحد شباب لما كنا في الجامعة الإسلامية طبعا تنكيد الأفريقي هذه تعرفونه فلما جلسنا ونتحدث نفسه بالشيء يريد أن ينكيد فقط سأل أحدهم ماذا تقولون عشرة أنتم في لغتكم فذكر كلمة كبيرة قال له لا 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 هذه عشرة أقل من ما تكرت هذا يعني تنكيد فقط لكن قصدي أن عشرة في أي لغة عشرة هي ثلاثة مع سبعة في أي لغة عشرة نعم نهاول الآن نتبقها كل واحد يسأل أنت في لغتك يا شيخ ثلاثة مع سبعة عشرة أبدا ما يتجاوز بأي لغة يتلفظ به في لغته لكنه لكنه عشرة إذن نفسه فيه قال سبحانه وتعالى في مواعدة موسى عليه السلام سلاثين وعشرة سلاثين وعشرة كم أربعين قال قال فتم ميقات ربه أربعين أربعين ليس ثلاثين ولا واحد وأربعين أبدا أربعين أربعين ثلاثين مع عشرة أربعين تم ميقات ربه أربعين ذكر العلماء أن هذه الآيات وأمثالها نص في الاستدلال أما من السنة ف صراحة ما أخفكم تعبت في الحصول على على اللفظ وهو نص من كلامه صلى الله عليه وسلم المكان الذي رأيت فيه الإستدلال من السنة من النص والله أعلم هذا اللفظ ما أنسجب معه ولا أظن أنه حديث لأنه حوالت جهدي وأنتم إن شاء الله تم حسول جهدكم فيه وترون هل هو حديث ولا لا إن الله حرما وعدالبنا هذا الحديث إن الله حرما وعدالبنا اكتبوها وغولوها حتى ترون شيخ جوجل إذا كان هو ما شاء الله عالم كبير أو قلقلوها إذا كان فيه جوجل قلقلوها إن الله حرما وعدالبنا يقول هذا نص صراحة أنا ما رأيت هذا لكن بحثت وما وجدت في في نعم ما تسجل للسؤال بعد ناتي ما حصرنا نحن أدلة التي هي 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 نص فأبين ما وصلت إليه أن ما تعلق بوأد البنات أبو داود روا حديثا في كتاب السنة في باب الذراري المشركين من حديث ابن مسعود عامر الشعبي يرويه عن عبد الله ابن مسعود يقول قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم الوائدة والموؤودة في النار الوائدة والموؤودة في النار كبير معنى هذا الحديث فيه تحريم فيه تحريم معنى هذا الحديث فيه تحريم الوأد وهو وعد البنات وعد البنات أمر كانت الجاهلية أو أهل الجاهلية كانوا يفعلونه قالوا كانت المرأة إذا حملت وأثقلت إما هي تحفر حفرة أو هم يحفرون لها حفرة متى ما جاءت جاءها المخاض متى ما جاءها المخاض ذهب قرب هذه الحفرة ولدت ذكر سدت الحفرة بدونه ولدت بنتا أدخلها في الحفرة وسد الحفرة عليها نعم طبعا هذا ما أنكره القرآن عليهم ولم ينكره القرآن إلا أنه حصل نعم لم ينكر إلا أنهم كانوا يفعلونه فجاء الشرع وحرمه هكذا شيخ الذي توصلت إليه فقد أنا كنت أشير إلى لفظ الحديث إن الله حرم وعد البنات أن نبحث فيه لكن تحريم 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 الوأدي موجود في نص الكتاب وإذا الموؤودة سئلت بأيدا من قتلت وكذلك هذا الحديث الذي فيه التوعد بأن الواعدة والموؤودة في النار قوله في تمام البيت السنة من له أتم المنة أو من له أتم المنة يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم فمن جملة استدلال الإمام مالك إذن أن يستدل بنص الكتاب وبنص سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أتم الله عليه المنة فأنزل عليه القرآن فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين فهذا هو المعنى وهذه التطبيقات هذه الأدلة التي هي نص من الكتاب ومن السنة من الأدلة أيضا من القرآن الكريم ظاهر قال وظاهر الكتاب والظاهر من سنة من بالفضل كله قمن كله قمن كله قمن قراءتان صحيحتان والمعنى واحد يعني جدير قمن قالوا إذا كان قمن يختلف أن إذا كان قمن عندهم في اللغة العربية سنأتي للذين لكن قراءتان صحيحتان من قال قمن صحيح ومن قال قمن قمن صحيح قوله ظاهر الكتاب فالظاهر ما كان واضحا ومبينا في اللغة بينا وواضحا يقال ظاهر منكشفا أما في استلاحهم الظاهر ما احتمل معنيين وهو في أحدهما أظهر احتمل معنيين وفي أحدهما أظهر دائما إذا كان أمامك شيء يدل دلالتين في الغالب في الغالب لا تكون الدلالتين صوائل قد يكون أحدهما أقرب من الآقر هذا البعد والقرب أيضا حالات ونحن نتكلم في بداية الظاهر أن الظاهر فيها معنيان لكن أحد المعنيين عندك أقوى من المعنى الآخر فالمعنى الأقوى عندك هذا هو الظاهر فيه معنيان وأحدهما أقوى الأقوى هذا هو الظاهر ويقال في الظاهر أيضا ما يسبق إلى الفهم منه عند الإطلاق معنى إذا سمعته فقد يتبادر إلى ذهنك معنى فيقول هذا هو الظاهر المعنى الذي يسبق عندما تسمع عند الإطلاق ما يتبادر إلى ذهنك قالوا إن هذا يكون هو يش يكون هو الظاهر حتى الآن فيها معنيان ما تبادر وما لم يتبادر فما لم يتبادر معنى وما تبادر معنى إذن حتى الآن ظاهر ملتزم بأن يكون بين معنيين وقالوا هو اللفظ الدال في محل النطق في محل النطق دل على معنى دل على معنى في محل النطق دلالة معنى في اللفظ يختلف عن دلالة معنى في محل النطق فيقول ما دل على معنى في محل النطق هذا يسمى ظاهرا وإن دل على معنى في محل النطق ولكنه يحتمل أيضا معنى آخر فجاء الظاهر على معنيين في كل هذه التعبيرات الثلاثة وهي التعبيرات الأصوليين من بين متكلم هكذا قصدهم وملخص كلامهم أن الظاهرة دائر بين معنيين هو في أحدهما أقوى من الآخر فما كان قويا فهو إيش فهو الظاهر طيب إذا كان عندك هذا الدليل الذي هو الظاهر ثبت عندك وقوية هذا الاحتمال عندك هل تتركه أيضا وتذهب إلى دليل الآخر الذي لم يظهر هذه جواب لا يكون مثل النص النص لا يجونس تترك النص إلى غيره لا أما هنا في الظاهر قالوا لا يعدل عن الظاهر إذا كان هو الظاهر فقط أما إذا وجد دليل آخر يقوي المحتمل الضعيف يترك الظاهر ويذهب إلى هذا الذي يسموه تأويل أحيانا يترك ليس لدليل الذي يقوي المرجوح داك وإنما لعلة في الظاهر هذا ظاهر ترك لا يعمل به لعلة فيه والأول تركوه لأجل دليل آخر قوى أو عضد كما يقولون عضد المرجوح فبتعدد المرجوح يترك الظاهر ويأخذ بهذا المرجوح الذي اسمه الآن المؤول يترك لأنك إذا تركته عندك دليل في ذلك إذا سئلت لماذا تركت الظاهر تقول لأنه كذا لا بد تأتي لأنه لو شخص ما سافرت معه وهو كان قد سافر إلى هذا المكان مرة ويقول لك أنا سافرت إلى ذلك المكان مرة إن شاء الله لا نضل الطريق وصلكتم الطريق وصلتم إلى تقاطع طريقين أهو يمين يا شيخ أم يسار تلخبت عنده فقلت له يا شيخ المدينة التي نريدها السيارات تذهب هناك والناس أيضا يكثرون في هذا التردد على هذا الطريق كثير إذا نظرت إلى الطريقين فأحدهما أكثر استخداما من الآخر فيظهر أن الذي أكثر استخداما يذهب إلى القرية التي نحن نريدها ليس كذلك بلا هذا ظاهر فأجرنا قال لك لا 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 يا شيخ أنا جئت لهذه القرية وكان شجرة كذا شجر أشجر لها أسماءها شجرة كذا لما وصلنا في تقاطع طريق كان على يساري كان على يساري وهذه شجرة هي هذه إذن التاريخ هو هذا فلو لقيته هنا وسألته لماذا تركت طريقا الذي هو أكثر أسرا وسألت الطريق الآخر ماذا يقول لك قال لك لأنني رأيت العلامة هذه التي تذكرتها أنها العلامة التي تؤدي إلى القرية التي أريدها فتترك الظاهر لأجل الدليل هذا مثال عادي في ترك الدليل مع وجود مع وجود في ترك الظاهر مع وجود دليل للمرجح للثاني المرجوح أحيانا يترك يترك الظاهر لعيب في الظاهر سنأتلا إذا لا يجوز تركه الظاهر إلا إلا بدليل فإذا تركته بدليل فذلك الذي ذهبت إليه اسم يسمى أو هذا الذي فعلته يسمى تأويل أول تأويل تمام ليس تحويل التحويل مع سيارات هذا التأويل نعم من أدلة النصوص في القرآن الكريم ظاهر قوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا هذا الرجل مظاهر ظاهر زوجته والله سبحانه وتعالى كذبه وأنكر عليه هذا القول وأمره بكفار ليس كذلك بلا آخر شيء فيه لا يستطيع لا يستطيع ينزل إلى ما يستطيع لابد أن يفعل ما يستطيع واحد منها قال فمن لم يستطيع أي ما سبق من تحرير رقبة ومن صيام ومن صيام ومن تحر رقبة لا يستطيع فإلى يذاب إلى إطعام هكذا عبر المولى عز وجل قال فإطعام ستين مسكينا أين الظاهر هنا الظاهر هنا في كلمة مسكين كلمة مسكين المتبادر في المسكين لما أقول رأيت اليوم في الطريق وأنا أذهب إلى بنجول مسكينا الذي يتبادل إلى ذهنك ما هو أنه فقير أنه صحش فقير نعم شخص إنسان فقير ما أن عندهم عندهم يجوز أن يكون المعنى أنني مررت بصانع للأواني صانع للأواني صنع مد صنع مد فمرتب المد عندهم يسمى مسكين قالوا كلمة مسكين يطلق على المد من الطعام ما دام هذه اللغتهم ولا ننكر عليه أبدا هذه اللغتهم مسكين فيها معنى قوي وهو الشخص الفقير وفيها معنى آخر مختفي وهو مد من الطعام إذن هو ظاهر الظاهر هو الشخص المسكين فلما قال المولى عز وجل اطعام ستين مسكين فهل أنت تعطيه لأشخاص أشخاص هم فقراء مساكين كما نكرر الكلمة ستين شخصا فقيرا تعطيهم مد 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 أم أنك ستعطي ستعطي مقدار مقدار الطعام في ستين يوم فهمنا الكلام أشخاص مسكين أمداد مسكين فالذي ظهره عند العلماء الجمهور أن هذا المظاهر سيعطي ستين مسكينا في ستين يوما مد مد يطي مد لمسكين مد ومسكين لمد ومسكين لمد هل يطيه ستين مسكين ستين ساعة أو مد يطيه لمسكين واحد قالوا لا عندهم لا لأن الآية لا تقول بذلك قال ستين مسكين إذن ستين مسكين يجوز أن توطي الواحد لا عندهم هكذا فرق بين الفهم الآخر المحتمل أنه ستين مد إذن المطلوب هنا الكمية فقط وليس الأشخاص فهنا الفارق فيجوز يومه أن يطي عذي عشر ويمكن هو نفسه يطي كل يوم يطيه عشر يومين ويطيه كذا لا يحترف فقالوا المظاهر هذا الذي لا يستطيع الصوم فيعطي ستين شخصا فقيرا كل واحد منهم مدا ولا يجزئه اعطاهها لمسكين واحد هذه الستين لا يعطيها لواحد لا بد أن يعطيها لمجموعة ستين احتمال الآخر قلنا أن المسكين بمعنى المد لأنه من أسمائه فهنا يطئم يعطي طعام ستين مدا يعطي طعام ستين مد يعطيه فيجزئه اعطاء الكفارة لمسكين الواحد ستين يوم كل يوم يعطيه ويعطيه يأتيه 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 هكذا يؤطيه كل يوم يؤطيه مد وهو واحد في الاحتمال الأول لا يعطيه لواحد إنما يؤطيه لستين شخص في الاحتمال الثاني يمكن ويصح أن يعطيه لشخص واحد لأن المطلوب ليس عدد الأشخاص هنا وإنما الكمية التي ينفقها الاحتمال الأول الذي أخذ به الجمهور فلا يصح عندهم لهذا المظاهر إلا أن يطئم ويعطيه لستين شخصا والاحتمال الآخر هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله فأجازه أن تعطي تعامى مسكين واحد لمسكين وكل ستين مسكين توتيه لواحد فقوله هذه هذا ظاهر أو استدلال بالظاهر من الكتاب واستدلال للظاهر من السنة سنة من له أتمل منه أو من بالفضل كله قمن قالوا في الفرق بين قمن وقمن أن قمن قمن يجمع ويثنى يجمع ويثنى ما دام يجمع ويثنى فهو قمن المفرد قمن والمثنى قمنان طبعا اللغة ربما لا نستسغ نحن لأننا أجانب أعاجم نحن نعم وإلا لغة هم هكذا قالوا قمن بكسر الميم يثنى ويجمع أما قمن أما قمن بفتح الميم قالوا لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث أيضا نعم قمن كلهم قمن هو قمن وهي قمن وهم قمن وهما قمن هكذا يقول النغة معناه جدير وخليق وحقيق كلمة قمن مثاله في السنة الحديث الذي رواده عائشة أم المؤمنين أو حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام من لم يجمع الصيام من قبل الفجر فلا صيام له فلا صيام له نظر الألماء في هذا اللفظ النبوي فوجدوا أن فيه احتمالين أن فيه احتمالين احتمال العموم واحتمال خصوص احتمال العموم جاءهم من حيث اللغة من كلمتين الأولى الصيام الصيام من لم يجمع الصيام كلمة الصيام معرفة بأل والكلمات المعرفة بالأل عندهم من الفاظ العموم فعم الصوم صوم الفريضة وصوم النذر وصوم القضاء كل صوم لماذا لأنه معرف بالأل والمعرف بالأل يدل على الأموم عن جميع الصيام كذلك قوله فلا صيام 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 ما فيها أل ولكنه وقع بعد النفي نكرة بعد النفي قالوا ايضا ان نكرة بعد النفي ايضا عام تفيد الأموم اذا اممان في لفظين لفظ الصيام عام ولفظ لا صيام ايضا عام معناه عند الجمهور ان كل صوم يحتاج الى تبيت النية كل صوم سواء كان رمضان او نذر او قضاء لكن قالوا فيه احتمال ايضا ان المراد المراد بالصيام وفلا صيام فقد المراد النذر والقضاء يحتمل هذا اذا اذا كان المراد النذر والقضاء اذا ليس كل الصيام ليس العموم انما بعد افراد العموم يريد وهذا الاحتمال قالوا موجود يحتمل ان يراد العموم ويحتمل ان يراد بعد افراد ايش بعد افراد العموم فبالاول كما قلت ايضا ذهب الجمهور ان المراد منه العموم فلا يصح صوم الا بتبييت النية وذهب ايضا الحنفية الى الثاني انه ذكر العموم ولكن المراد بعض افراد العموم وهو القضاء وهو النظر فيه قائد شرعية يذكرونه او يذكرونها افوا في هذا المقام وقد اشرنا اليه قبل قليل في ترك الظاهر لدليل وترك الظاهر لعيب في الظاهر عمل له قائد قالوا ترجيح الظاهر على التأويل عند جميع العلماء جميع العلماء عندهم ان العمل الاولي هو ترجيح الظاهر على التأويل لا تؤول ومعك الظاهر هذا عند جميع العلماء لا تؤول ومعك ومعك الظاهر قالوا باستثناء الا اذا عضد التأويل دليل شرعي اخر هذا الذي اشرنا اذا كان عندك دليل شرعي اخر قوى قوى التأويل هنا تترك الظاهر وتذهب الى التأويل لاجل هذا الدليل الشرعي الاخر عملوا فيها امثلة نذكرها ولعلنا سننتهي معها عندهم مثال للتعديد التأويل على الظاهر قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا انما المشركون نجس المشركون شخص انسان قال المولى هذا المشرك نجس الظاهر في هذا الكلام كل ما التصق بهذا الرجل نجس عرقه لعابه كل ما ما دام النجس نجس لانا الاجسام الاخرى التي هي النجسة لا احد يقتر منها فاذا كان المشركون نجسا يأتي في الظاهر ان كله ايضا نجس عرقه لعابه كما قلنا كل ما التسق به فيكون نجاسة حسية نجاسة ايش حسية هذا الظاهر لكن في احتمال ان النجاسة ليس النجاسة ايش حسية انما هي نجاسة معنوية يعني الشرك نجاسة وهو مشرك في الغالب ما هو جنابة والجنابة ايضا نجاسة فبجمع بين كون الشرك نجاسة معنوية والجنابة نجاسة معنوية ايضا يصلح هذه الآية دليلا على ان المشرق نعم نجس لكن نجاسة ليست حسية وانما هي معنوية ف اهل الظاهر تمسكوا بالاول ان المشرق عينه نجس نعم اهل الظاهر اما الاخرون ومعهم امام مالك رأوا ان 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 النجاسة هنا ليست عينية وان كان ظاهرا انتبهوا وان كان النجاسة العينية ظاهرا رأوا انه ليس المراد هنا ليش عندكم دليل اخر شرعي تستندون عليه لترك هذا الظاهر الذي تمسك به ايش تمسك به اهل ظاهر قوي جدا عند اهل ظاهر وواحد هو هذا الذي يدل عليه الفاظ مشركون نجس انما المشركون نجس خلاص واضح جدا قوي تركهم لكون المشرك عينه نجس هذا عمله لدليل اخر عند مالك قال لأهل الظاهر الموت كان سببا او هو سبب في النجاسة الموت سبب في نجاسة العين او الجسم حتى الانسان اذا مات وغسله شخص بعد ذلك ماذا يفعل بسبب ماذا بسبب الموت مات وان لا انسان حي لو احد غسل انسانا حيا سيغروج ويتودا ويغسل لا ما عندنا نفس بهذا لكن لما مات وغسله ذهب وتطهر ليس كذلك قال الامام كان سبب سبب النجاسة الموت فقاس قياسا عكسيا هنا انه اذا كان الموت سببا في نجاسة فاذا الحياة ايضا تكون سببا في ماذا في ظهار الموت سبب في النجاسة لتكن الحياة صببا في طهار وهذا وان كان مشركا ولكن حي ولا ميت حي فاذا هو طاهر فتركهم الظاهر لأجل هذا الدليل الذي استدل به امام ليس نصا صحيح لكنه معمول به من القياسات من الاقيسة من قبلها ومن لا يقبلها بعدهم لا يقبل ترى قياس العكس ما يقبلها لكن امام عكس عليه القياس واستدل به واخذ به اذا معكس عليه الامام وترك الظاهر وذهب الى التأويل هذه تركه بدليل في مثال اخر وان كان الحديث قالوا ابن حزم شيخ عمر ابن حزم قال انه حديث ضعيف وانما صح فقط من قول علي رضي الله انه حديث ليس صحيحا وهو صحيح ظهر في تخريجه انه ليس قويا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا صلاة لجار المسجد الا الا في المسجد هذا الحديث ظاهره ما هو انه لابد لابد لأي شخص هو جار للمسجد لا تصح له صلاة الا الا في المسجد هذا ظاهر فيه لا صلاة له لم ينفي لم ينفي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم عن الحركات إنما نفى عنه صحة لا تصح نفى عنه صحة صلاته في بيته وهو جار ليش وهو جار للمسجد هذا هو الظاهر فيه لكن هذا الظاهر نفاه دليل آخر دليل آخر استشفى منه العلماء ولا مقارنة حتى بين النصين لأن هذا قلت لكم إن ابن حزم ومن معه وكثير من الأولماء خرجوا وقالوا حديث دعيف أما الذي أيضا فهم منه الأولماء دليل الآخر هو حديث صحي في البخاري وفي مسلم من حيث الصحة لا تقارن لا مقارنة بين الحديثين لكن هنا نتكلم عن ترك الظاهر لأجل دليل آخر عدده عدد الاحتمال الآخر الاحتمال الآخر في لا صلاة ليس نفى الصحة وإنما نفى كمال أجر الصلاة نفي كمال أجر الصلاة هذا احتمال آخر وهذا الاحتمال بأنه هو نفي كمال أجر الصلاة هذا الذي أخذ به العلماء وعددوه بدليل آخر دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضلوا تفضلوا صلاة الفذي بكم بسبعين وعشرين درجة فقالوا نعم فضل وصلاة في الجماعة في المسجد له فضل وتشارك لكن أخيرا فضل صلاة في المسجد على صلاة في في البيت وهما مشتركان في الأسل في الفضل مشتركان قالوا خلاص كونهما مشتركتان في الفضل يمنع عدم صحتها إذن هي صحيحة وإنما في الأجر ناقصة عن صلاة في المسجد بهذا الدليل أخذوا وتركوا الظاهر الذي كان معه هذا العمل أخذ بالظاهر وتركه لأجل دليل آخر قالوا هذا فيما يكون فيه الترجيح لكن إذا لم يكن في الظاهر نفسه عيب ما يمنع من أخذه أحيانا بعد الظواهر فيه ما يمنع من أخذه فيترك لأجل ما يمنع من أخذه لا لأجل دليل آخر كما قلنا قبل قليل فعله الألمان قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامصحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين قالوا الاحتمال أو الظاهر هنا أن غسل ما ذكر من الوجه واليدين والوجه لا يكون إلا عند القيام إلى الصلاة هذا الظاهر في اللقص إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إذا لا تغسل إلا إلا وأن تقائم إلى الصلاة هل هكذا نفعل قالوا هذا ممنوع هذا إذا فهمناه لكن ليس ليس هكذا فهنا قالوا يتعين يتعين تفسير إذا قمتم هنا إذا بالإرادة تفسر بماذا بالإرادة تؤوله تفسر تفسير إذا قمتم أي إذا أردتم القيامة إلى الصلاة فاغسلوا ويكون مناسبا ولا لا يكون مناسبا يكون مناسبا فتركت الظاهر الذي هو غسل الوجه واليدين والرجلين عند قيام إلى الصلاة تركته لأجل هذا التأويل فصح مثال آخر قال سبحانه وتعالى في قراءة القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله إذا قرأت متى تكون قارئا إذا انتهيت ولا إذا قبل القراءة إذا انتهيت من القراءة هل تقرأ بقر كله تقرأ فاتح كله تقرأ ما قدر لك حزبك كله ثم بعد ذلك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقول من يقول صدق الله لا فلا تقول أعوذ بالله إلا مع بداية فقالوا هنا أيضا سنترك الظاهر الذي هو قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو الاستعاذة بعد القراءة هو الظاهر سنتركه ونؤول هنا أن المراد إذا قرأت أي إذا أردت القراءة أيضا إذا أردت القراءة فاستعذ فاستعذ بالله جاء الوقت وانتجئنا أيضا إلى النهاية مثال واحد آخر قال سبحانه وتعالى في رمضان فمن شهد منكم شهر فليصمه الشهود الشهود الحدور والشهر شهر اسم لثلاثين يوما أو تسوة وشيرين يوم كما قال نبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا ثم قبد هذا وهكذا مرة بثلاث ثلاثين ليلة هذا اسم لشهر أو شهر اسم لثلاثين ليلة قال فمن شهد منكم الشهر أي من حضر ثلاثين ليلة ثلاثين ليلة منكم فليصمه فهم العلماء هم أهل اللغة هم عرب عرب لسنا نحن مثلهم فقط أبدا هم عرب فهموا أن هذه الآية الظاهر فيه أن الصيام لا يتم إلا في شهر شوال لا يتم إلا في شهر شوال لأن حضورك لشهر هو أن تكون حضرت ثلاثين يوما ثلاثين يوما ثم قال فليصمه كيف تصمه ماذا تصم الآن شوال قالوا إذن هذا الظاهر ممنوع ممنوع ماذا نفهم قال نرجع نرجع إلى اللغة العربية لأن هناك تسمية الكل باسم البعض وتسمية البعض باسم إيش باسم الكل فهنا سمى الله سبحانه وتعالى الكل باسم البعض فمن شهد منكم أي شهر يقصد شهر أي أول ليلة منها أولى ليالي شهر شهده إذن فليصمه ويكون صحيحا ويكون تأويلا أيضا على ما يريدون أو على طريقتهم صحيحا بهذه الأمثلة بهذه الأمثلة تركوا الظاهر إما لدليل آخر شرعي أو هنا لأجل امتناع امتناع الظاهر فعدلوا عنه وذهبوا إلى التأويل والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل